هذا العمر قصير هذا العمر عم نعيشه فعلا عم نعارك كده حاجة لكن اتذكر في يوم انه رح نقضي الابدية فالسؤال اين ستقضي الابدية عاوز اقول انه قرارك اليوم هو بيأثر على مصيرك الابدي وعلى حياتك الابدية ما تعاند ما تتكلم بكلام بس مجرد دفاعا عن شيء من غير ما تدرك الحق او الحقيقة باكملها الكتاب المقدس بقول فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل يمكن في كتير اشياء عملناها عن جهل لكن اليوم تعونا نتوب نؤمن ونرجع للرب الى اللقاء